يعني بالنظر إلى طبيعة هذا التحالف والذي قام في الأساس لإعادة ربط العراق بمحيطه العربي كيف تقيم هذه الجهود دكتور إحسان منذ نشأة هذا التحالف وحتى اليوم أنا أعتقد أنها متميزة بشكل كبير وتعكس بما لا يقبل الشك تلك الرغبة أولاً للتكامل ما بين هذه الدول سواء التي اجتمعت كتحالف ثلاثي أو حتى طبيعة من انضم دولة الإمارات العربية أيضاً مملكة البحرين وأنا أعتقد أنه سيكون هناك وفق أكبر يعني خصوصاً إذا ما نظرنا إلى القمة قمة الجدة التي عقدت ما بين مجلس تعاون الدول الخليج العربية وأيضاً ما بين زائد ثلاثة هنا نتحدث هذا يؤسس لمرحلة جديدة يعني في سياقات العمل العربية خصوصاً وأن المنطقة برمتها هي تتجه ليعادة تموضع يعني خصوصاً وأن الملف النووي في لحظاتها الأخيرة فبالتالي لا بد أن يكون هناك رؤية موحدة وتنسيق عمل مشترك ما بين الدول العربية بالتحديد ولذلك أعتقد أنه في المسار السياسي هذه الجود هي في الطريق الصحيح لكن بالنهاية أعتقد أنه لا بد من التأسيس لعمل يمكن من خلاله النظر إلى تحالف اقتصادي يمكن أن يدفع باتجاه تكامل اقتصادي هذا مهم جداً من وجهة نظري وأظروف والإمكانيات والأدوات جميعها مهيئة يعني على مستوى الإمكانيات أيضاً على مستوى الجغرافية هذه ممكن أن تدفع هذه الجهود إلى مدايات جديدة وهذا أنا أعتقد أنه لا يمكن النظر إليه بمعزل عن موضوعة التكامل العربي هذه المساحات التي تلتقي بها هذه الدول العربية أنا أعتقد أنها تؤسس طيب دكتور إحسان إذا كنت تشير إلى على مستوى الدول المغرب العربي الإمكانيات الاقتصادية والتكامل الاقتصادي يعني يهيئ الأجواء لهذا الأمر ولكن يبقى المشكلة ومشكلة الحوار المفقود في العراق ربما تقف عقبة أمام مثل هذا الامتزاج ما بين الجانب العراقي ومحيطه العربي يعني نعم أنا لا يمكن أن أقفز على حقيقة ما ذكرته سيدتي من أن طبيعة الهزمة السياسية الحالية ممكن أن تدفع باتجاه عدة سيناريوهات لكن أتحدث لك عن أنه بالنهاية شكلت حكومة أو استمرت حكومة السيد الكاظمي يعني بالنهاية ملف السياسة الخارجية العراقية أنا أعتقد أنه حقق الكثير لا توجد رغبة على أقل تقدير هنا أتحدث العراق كمؤسسة لا توجد رغبة بتصفير ما وصل إليه العراق من اتفاقات ولهذا أنا أعتقد أنه يمكن أن مراكمة ما تحقق يعني حتى رغم وجود يعني نوع من التصادم ما بين القوى السياسية الداخلية لكن الكاظمي يعني يريد أن يقول بأن السياسة الخارجية هي ثابتة للعراق وما يجري الآن يعني على الرغم من وجود نظرة غير متفائلة لكن بالنهاية العراق على مستوى سياسة ثابت بأن يكون لاعبا وفاعلا في التعامل مع الدول العربية وهو يتعاطى مع المتغيرات لذلك ما يجري الآن نعم هو داخل الأطر السياسية لم ينزلق الخلاف نحو السلاح لكن إذا ما نزلق الأمر نحو السلاح فبالتصوري أنه سيكون له تداعيات وبالتالي العراق سيكون أمام سيناريوهات يعني يفقد من خلالها طبيعة ما تحقق على مستوى سياسة الخارجية لكن بالنهاية القناعة أنا أتحدث لك النخبة الرأي العام العراقي هو دافع باتجاه مراكمة توجهات العراق نحو الدول العربية